موضوع معنا من برلين ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات ميسرة كيف يمكن لهؤلاء أن يعقدوا هكذا اجتماع بدون موافقة أمنية في ظل الاستحكامات والإجراءات المفروضة بسبب وباء كورونا تحية لك سيدي أولا حصلوا على موافقة السلطات في ألمانيا أعطتهم تلك الموافقة على عقد التجمع ولكن رئيسة بلدية تلك المدينة كالار في منطقة نهر الراين انتقدت هذا التجمع تحت عنوان أنه ربما يتحول إلى بؤرة لانتشار بيروس كورونا وهذا أمر مصير للجدل حيث جاء هذا الاجتماع رغم تأجيل حزب ميركل اجتماعه السنوي لاختيار خليفة لمركل جاء هذا الحزب باجتماعه هذا في المنطقة التي تحدثتم عنها منطقة نووية والتي كانت محطة نووية في السابق تحولت فيما بعد إلى مسرح وشيء من هذا القبيل ولكن بعد أسابيع من اتخاذ قانون أو تغيير الفقرة في قانون الحماية ضد العدوى يأتي هذا القرار تحت عنوان انتقادات مستغلين أزيضا الاحتجاجات التي حصلت منذ أسابيع في برلين وقبلها في شهر 8 وفي شهر 5 ضد الإجراءات التي اتخذتها حكومة سيدة المستشارة انجلينا ميركل هذا الحزب هو معارض لكل شيء يعني هذا المظهر الوحيد من مظاهر انتقادات الحكومة يعني تحدثنا أن أكثر من مناسبة خرجوا في مظاهرات ودعموا مظاهرات حتى أحدهم الذي ينتمي هذا الحزب في أحد الاجتماعات في أوروبا وصف السيدة ميركل بالساحرة والرئيس الدبلوماسية الأوروبية في عام 2019 وصفه بالمهرج بالتالي هم يعترضون على كل شيء يريد يعترضون على سياسة اللجوء على تقييد الإجراءات كل هذه الأمور ينتقدونها ورغم أنهم في الحقيقة قاموا بتأجيل هذا المؤتمر عدة مرات ولكن اليوم يأتي لعقد هذا المؤتمر في تحدي ورغم انتقادات وتحذيرات هل تستطيع الحكومة الآن عمل شيء للحد من انتشار فيروس كورونا خلال هذا الاجتماع طبعاً القانون طبعاً في حيثيات الاجتماع الشرطة اتخذت تدابير وفرضت البلدية المدينة والشرطة فرضت التباعد الاجتماعي وتعهد الحزب نفسه بالتلتزام بالتباعد الاجتماعي وكما ذكرتم في التقرير سيدي أن الحضور الشخصي وهناك كمامات وهناك تباعد اجتماعي ولكن رغم ذلك خرجت مظاهرات يعني بس بالعودة أن رئيس الحزب تينو كوربال في افتتاح المؤتمر قال أن سياسة حالة الطوارئ التي تقود حياة كثيرين إلى التحطم يعني من هذا العنوان بدأ وانتقاد ما يسميه الدكتورية السيدة ميركل يعني هو جاء كتحدي لأنه كما ذكرت لك في المفروض غداً أو بعد غد يعقد مؤتمر الحزب المسيح الخاص بسيدة ميركل من أجل اختيار خليفة لميركل ومستشارة جديدة ربما لألمانيا ولكنهم قاموا بتأجيل هذا الاجتماع ورغم كل الاحتجاجات التي حصلت بالأمس وحصلت اليوم حوالي مئة شخص أو أكثر احتجوا أمام هذا الموقف دعني نذكركم أنه في 25 أغسطس بالعام 2019 خرجت مظاهرة كبيرة في ولاية ساكسونيا من أجل انتقاد هذا الحزب والاتجاهات التي يتوجه نحوها ميسارة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات من برلين شكراً جزيلاً لك أصبح روحة